ضعف القرار السياسي والتخبط الإداري ناهيك عن الفساد المستشري أسباب رئيسية يجدها خبراء في شأن الاقتصادي أدت إلى تدهور الاقتصاد العراقي فأضعف أسسه وأحدث تصدعات كثيرة فاقمت الأزمات طبعاً العراق يعاني من مشكلة مشكلة الإدارة الاقتصاد إدارة العامة بصرع عامة نعم هناك حلول تطرح من داخل الحكومة ومن خارج الحكومة ومن مؤسسات حكومية ومؤسسات غير حكومية وحلول صحيحة وناجحة لكن المشكلة في اتخاذ القرار والقرار السياسي العراقي وإدارة الدولة العراقية والفساد الممتشر بشكل كبير وهذا الفساد أصبح سمة من سمات الدولة العراقية هو الذي يعطل كل المشاريع المستشار المالي لرئيس الوزراء هيفام الجبوري يرى أن من واجبات الحكومة المقبلة توفير البنى التحتية الصحيحة حتى تتمكن من النهوض بالواقع الاقتصادي حقيقة أربع بنى تحتية يجب أن تتوفر لأي حكومة قادمة حتى تستطيع أن تقوم بعمل إصلاح اقتصادي ومالي هو أولاً وجود الأدوات المناسبة خاصة في المناصب المهمة الاقتصادية وبنفس الوقت أيضاً يجب أن تكون هناك سيادة للقانون وفرض قوة القانون على الجميع والمسألة الثالثة وهي قضية منع التدخلات السياسية بالقرارات المهمة خاصة بها جنبة اقتصادية وبها جنبة مالية وأربعة هو أن يكون هناك أتمة حقيقية لكل الإجراءات حتى تقدر تحافظ على قضية التعاقد الحكومي على قضية استحصال الجباية الحقيقية وفق نظام يعني غير قابل لا للغش ولا للتلاعب إن تغير واقع الاقتصاد فإنه يعني تحسن الوضع المعيشي للفرد العراقي والذي يكون من خلال دعم الطبقات المتوسطة والفقيرة عن طريق توفير فرص العمل وغيرها التوجه نحو تفكيك العقد الاقتصادية للخلاصي من الأزمات الفعلية يكمن في تأسي سبون تحتية تعزز المكانة الاقتصادية في العراق وتمكن الحكومة المقبلة للانتقال إلى مراحل متطورة في الجانب الاقتصادي من بغداد محمد فراس قناة التغيير اشتركوا في القناة